تسود حالة حزن في رومانيا غدا تحريق عنيف في مرقص في بوخارست أدى إلى مقتل 27 شخصاً معظمهم من الشباب وجريح أكثر من 200 آخرين وبعد هذه المأساة التي تعد الأخطر في تاريخ العاصمة الرومانية أعلنت الحكومة حداداً وطنياً لثلاثة أيام اعتباراً من السبت المستشفى العسكري الذي سينقل إليه بعد الجرحة مجهز بكافة المعدات اللازمة والأطباء في حال تأهب لدينا طائرتان ومروحيتان مستعدتان لنقل الجرحة إلى أي مكان يرتائه الأطباء وكان مئات الشبان الذين قدرت مصادر مختلفة عددهم بما بين 200 و400 شاب في مرقص كولكتف لحضور حفلة موسيقية لفرقة الراك الرومانية جود باي تو جرافتي للترويج لألبومها الجديد في سهرة الهالوين وذكر شهود عيان لوسائل الإعلام المحلية أن انفجاراً وقع خلال عرض لألعاب نارية وصعد عمود من الدخان إلى السقف الذي اشتعل مما أدى إلى سحابة كثيفة من الدخان في المرقص وأدى ذلك إلى حالة من الهلع في الحشد ويعاني عدد كبير من المصابين من جروح في أرجلهم بسبب التدافع ومن حالات تسمم كما ذكرت السلطات الصحية